ينضم إلينا في الستوديو الخبير في الشأن الانتخابية سيد رعاد التميم هلا بك سيد رعاد وكل عام وأنت بألف خير بمناسبة حلوة سنة 2021 هياك الله سيد رعاد سنة سعيدة عليكم على العراقين آمين يا رب العالمين سيد رعاد المفوضية صادقة على نظام الترشح في الانتخابات المبكرة المزمع جراؤها في حزيران حقيقة المفوضية صادقة لما في وقت متأخر هل هناك فوارق بين نظام الانتخابات الحالي في الترشح والانتخابات السابقة يعني بالتأكيد النظام الحالي يعتمد نظام الفائز الأعلى اللي وصف القانون خطأا بنظام الفائز الأول وهو يعد من الأنظمة الأغلبية بالسابق تعرف حضرتك كل نظام النظام التمثيل النسبي فالآن ضمن نظام الترشح الفردي النظام الأغلبي سوف تكون ورقة الاقتراع الناخب يصوت مباشرة إلى المرشح ولا يصوت إلى الكيان كما في السابق ومن ثم إلى المرشح وحتى آلية توزيع الأصوات سوف تكون مباشرة إلى المرشح بغض النظر عن الكيان هو نظام يحقق نوعا من العدالة الكبيرة في حصول ترجمة الأصوات الناخبين إلى مقاعد هذا على النظام لو تحدثنا عن شروط الترشح كالتحصيل الدراسي العمور الهوية لربما يكون لديه جنسية أخرى كيف سيتم ذلك؟ بالتأكيد أولا هناك شروط قانونية أشار لها القانون الانتخابات وبالتالي هي أن يكون عراق الجنسية أكمل الثامنة والعشرين من العمر أن لا يكون مشمولا بالمسائلة والعدالة أو محكوما عليه بجنحة وجناية مخلة بالشرف وأيضا قضية هذه الشروط والضوابط هي موجودة كما في السابق قضية تقع أخرى أنه كان سن الترشح الثلاثين الآن ثمانية وعشرين هذا الفرق الوحيد إذا ما بين الإظام الجديد والأنظمة السابقة نعم أنا كمختص دائما أقول مفترض عمر الترشح يكون خمسة وعشرين ليش لأننا قانون الأحزاب بالعراق قانون ستة وثلاثين لعام 2015 أشار إلى أنه حق تأسيس الحزب لمن أكملت خامسة والعشرين من العمر وبالتالي هناك تناقض يعني بين أن تسمح لشخص بتأسيس حزب بعمر الخامسة والعشرين ولا تسمح له أن يرشح في الانتخابة لكن أنا أعتقد هي خطوة جيدة الآن من ثلاثين سنة إلى ثمانية وعشرين سنة ساحل مجال أكثر لقاقات الشبابية وشهادة أيضا البكالوريوس يعني أن يكون حاصلة عشاة البكالوريوس أو ما يعادلها أيضا في موضوع آخر مهم هو موضوع التحالف في الانتخابات ما تفاصيله في القانون الانتخابات الجديدة وفي الانتخابات المبكرة ماذا بشأن التحالفات هي قضية همة جدا يعني أولا التحالفات هي شيء سياسي يحكمها قانون الأحزاب السياسية فبالتالي باب التسجيل الكيانات هو مستمر دائرة الأحزاب تمنح إجازات فبالتالي يحق لأي حزبين أو أكثر من تشكيل التحالف تبقى القضية قضية سياسية لخوض الانتخابات المفوضية يعني صادقة على نظام الترشح والتشكيل التحالفات وتقديم الطعون انطلاقا للمرحلة القادمة اللي هي مرحلة تسجيل المرشحين اللي تعد خطوة أساس في تنفيذ العملية الانتخابية لكن تحدثت عن التحالفات وأصفت بأنها هامة لأنك تعرف بعد الانتخابات وبعد على النتائج مشاهد تحركات من هذه الكتلة إلى هذه الكتلة نضمى الكتلة صغيرة إلى الكتلة كبيرة بالتالي يذهب حق الناخب وأيضا تذهب ثقته بالكتلة التي اختارها ربما تؤلف تحالفا في النهاية لا يعجب هذا الناخب فكيف نسيطر على هذه المسألة يعني أعتقد التحالفات هي انعكاس لطبيعة الوضع السياسي والقانوني في البلاد فبالتالي اليوم شكل النظام الانتخابي يقود إلى منافسة دقيقة جدا هذه المنافسة تتطلب من الأحزاب تشكيل تحالفات كبيرة وهي دعوة هذا الموضوع مهم جدا دعوة إلى الكتل الجديدة أو الأحزاب الجديدة التشرينية عليهم أن يشكلوا كتلة كبيرة لخوض الانتخابات حتى يستطيعوا أن يسهموا في عملية التغيير السياسي في قبة البرنامان بالمرحل القادمة وإلا لن يحصلوا على شيء ما داموا من قسمين طيب سيد رعاد نتحدث عن عمل المفوضية طبع المفوضية بدأت أولى خطواتها بالاستعداد الفعلي لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد كم هي المدة تحتاجها المفوضية لتدقيق أسماء المرشحين والمصادقة عليهم؟ يعني تدقيق أسماء المرشحين بالتأكيد تأخذ فترة طويلة وخلينا نشير إلى نقطة مهمة جدا في القانون يعني أنا رأيي أن القانون يحتاج إلى أكثر من 25 تعديل قانون حالي قانون الانتخابات لماذا؟ لأنه ببساطة شديدة أشار إلى نقطة أنه كل مرشح فردي عليه أن يجلب مؤيدين 500 من الدائرة التي يرشح فيها شرط شريطة أن يكونوا غير مكررين بمعنى أنا وحضرتك الرشح من نفس الدائرة أنا أجيب 500 وحضرتك أجيب 500 لكن غير مكررين فكيف نعرف عملية التكرار؟ يعني أنا مرشح من حزب أو أنت مرشح فردي وكذا بالتالي حتى هذا تعقيد فني على عملية تدقيق الأسماء في مفاوضة الانتخابات وما أعرفت من هي الأسماء المكررة بيني وبين حضرتك وبالتالي من له الأحقية بالاحتفاظ بالأسماء المكررة؟ قضية معقدة جدا أنا أعتقد عملية التعقيد بهذه الطريقة سوف تكون بمثابة الكوابح أمام تنفيذ الانتخابات في المرحلة القادمة وفي تاريخ المكررة سيد رعد شهر واحد يكفي لتوزيع كامل البطاقات البايومترية؟ يعني شوفي الإشكالية حقيقيا يوم تواجهنا بالعراق هو ليست توزيع البطاقة فقط وإنما وعي الناخب بضرورة التحديث نعم التحديث يعني الثقافة الانتخابية يعتقد الناخب في العراق أن الانتخابات هي يوم الاقتراء في حين عليه أن يعي أن الانتخابات هي تسجيل واقتراء وبالتالي حتى غير الراغبين بالتصويت عليهم أن يسجلوا لماذا؟ ببساطة شديدة ورسالة مهمة من خلال قناتكم أنه إذا أني سجلت بايومتريا سوف أحافظ على صوتي من التلاعب حتى وإنما شاركت في العملية الانتخابية لأنه ببساطة شديدة سوف تكون هناك بصمات عشرة بايومترية لا يستطيع الشخص أن يأتي شخص ويصوت بالإنابة نيابة عني وهذه قضية مهمة اليوم يعني أنا أعتقد واحدة من التحديات هناك أكثر من عشرة مليون ونصف ناخب غير مستجل هذه النقطة التي أريد أن أسأل عنها أيضا 12 مليون ناخب كما نعرف ربما رقم ترقيبي تقريبي يكون لكن غدا ستبشر مفاوضية الانتخابات بحملة توزيع هذه البطاقات هل تستمر لمدة شهر؟ هل مدة شهر كافية لتوزيع كل هذه البطاقات على هذه العداد الكبيرة؟ لا هي خلينا نكون دقيقين عملية توزيع البطاقة سوف تبدأ يوم غد هي مستمرة حقيقة وهناك دفع تصل من الخارج هي مستمرة حتى يوم الاقتراع تبقى أن المفاوضية لا تستطيع أن تعمل بمفردها على المواطن العراقي أن يعي دورك مشؤولية شفافية ونزاة الانتخابات هي ليست المفاوضية فقط وإنما هناك فوائل أساسية منها الناخب عليه أن يذهب لاستلام بطاقته عليه أن يذهب ليحدث بيومتريا حتى يضمن سلامة ونزاة العملية الانتخابية أيضا ربما هذه تتولد من ثقة الناخب في العملية الانتخابية كأساس وبالتالي يتشجع للذهب والمشاركة جزيلة شكر لك سيد رعد أتميمي الخبير في عشان الانتخابي شكرا لك